موسيقى 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 السلام عليكم و اهلين فيكم في فيديو جديد اليوم رح نتكلم معاكم عن مييزة بسيطة في الاي كلاود و اتمنى الكل يستخدمها و ان شاء الله ما توصلون للمرحلة انكم تستخدمونها لكن على الاغل تعرفونها وتكونوا مستعدين في اي لحظة ايال الحرام كثير في العالم لقدر الله مثلا لو انسرق جوالك لو ضع جوالك لو انه مثلا في البيت ضع ما بلازم انسرق يعني تبيت دورة شبك على الانترنت و اهم شي هو على الشريحة او على الويرلس فهذا الطريقة اللي بأعلمكم ايها حين كيف تعثر على جوالك لقدر الله اذا انسرق او ضع منك في البيت برضو اذا انسرق تحصلت بالخريطة اذا ما حصلت بالخريطة يجي الخيار الثاني ان شاء الله ما تصلوا لها بس انكم تقفل الجوال من بعيد وخلاص يكون للسارق ما يقدر يستخدم خلاص يستخدم قطع يمكن ما يقدر يوصل حق اي شي داخله ما يقدر يسوي فيه اي شي حتى لو ان يدخلها في النظام safe mode يفرمت هي يقدر بس اذا بي شاقله لا يقدر يشاقله لازم يحط الرقم السري انه يتفرمت الجهاز صح بس اوما تشغل يقول لك الايميل موجود حط الرقم السري بس فلازم الرقم السري يكون عنده ما رح يقدر يستخدمه وتقدر تحط وضع الفقدان او وضع السرقة راح تشوف نحن طريقة وحتى لو انا بيكلم ابل ابل بتعرف ان مسروق الجهاز فخلاص ما رح تشغله فراح نتعلم معاكم هاتريقة كلها من الصفر وكيف تستخدمها واتمنى اي شخص يعني عنده جهاز ما بس لازم ايفون حتى لو ايباد حتى لو ساعة ابل حتى لو الاربودز حتى لو لابتوب ابل حتى لو جميع اجزة ابل لازم تستخدمها طبعا البداية لازم يكون عندك ايكلاود تمنى الكل يكون يستخدم ايكلاود الايكلاود مهم ينيلك خاص فيك استخدم الايكلاود بإيميلك خاصك ابل استور ما ليشغل ابول استور عادي تستخدم اي حساب وокойتابل تيستخدم مشاركة بينك وبينه مسليلك تستخدم ابول استور نفسه طبعا ما نصحك انك تتوكم ذلك سعيد انك تكون مثلك من سلواصل الايكلاود مسئلة للم تستخدم الأيكلاود بسيتيار كل شيء الارقام وملاحظات وصور الايكلاود لازم يكون خاص وهنا مدفق OGENE حساب في الاي كلاود لازم ان تفتح لك حساب في الاي كلاود والرقم السرّي الرقم السرّي لا زم تحفظه لا احد يأتي بالعيد عدد فقط يركّب اي شيش للم يفتح الجهاز الرقم السرّا لازم تحفظه كرقم جوّالك لازم يكون في الاي كلاود الاحساب أسئلة الأمان هناك ثلاثة أسئلة أمان لازم تحطها وتحفظها السؤال والجواب البرث دي حقك تاريخ ميلادك اللي موجود لازم تحفظه الأدرس حقيقي تحطه بالضابط وتحفظه الأشياء دي تحطها أشياء حقيقية ما بلازم بس تخلص عشان تفتح لانا لو فتحت الجهاز وحطت لايكلاود فتحت الجهاز بعد شهر شهرين نسيت لايكلاود تتوهق ما تقدر تسكر الجهاز ما تدير تفرمة الجهاز اللي لمن تسدل خروج من لايكلاود ولو انك دخلت في السيف مود تفرمة الجهاز تخليه إجباري يشبك على ايتونز في الكمبيوتر بتفرمة تقدر تفرمة بس ما يشتغل الجهاز اللي يقولك حط رقم السري لحق لايكلاود نفسه اذا ما تعرف رقم السري لازم تدقى على أبل تشوف منطقتك في أي دولة تكتب في جوجل بس دولتك وكتب الدعم الفني لحق أبل ويطلع للك الأرقام وتدقى ليهم لدقت عليهم أبل راح تسئلك أسئلة طبعا إذا كنت في العراق كنت في الكويت كنت في السعودية كنت في دبي كنت في اليمارات كنت في مصر كنت في أي دولة في العالم بس اكتب الدعم الفني للأبل لدولتك ورح يطلع لك ولدقت عليهم رح يسئلونك أسئلة عشان يتبتون أنك أنت مش حرامي علشان يفرقون بينك وبين الشخص صاحب الحساب بين الشخص اللي بسارق الجهاز فرح يسئلونك مثلا اسمك الاسم الأول اللي موجود في الحساب نفسه إيميلك الرقم السري مثلا أول ثلاثة رقام على الأقل سئلة الأمان رح يقولك جاوب على اثنين من ضم ثلاثة هم تقريبا ثلاثة أو أربعة ساعة ما يعني لازم تجاوب على كم واحدة على الأقل التاريخ ميلادك على الأقل تعرفها يعني شي طبيعي رقم جوالك الأدرس أشياء خريفة لازم على الأقل تجيب لمحة عن حساب حقك بعدين يعطونك الرقم السري أو تقدر ترجع الإيميلك لكن البداية يعني ليش تقعب نفسك وتسوي لأشيك لها كبداية الستب حقك لجي تسوي لأيك لأول لازم تعرفها حفظه وفوك نفسك يعني كتبه فرقة ما دل بتكتبونه فرقة ولا خلاص يعني روتيني توقع ما في إنسان حين ما عنده إيميل رقم السري إذا مشاري جوال حق أمك لحق أبوك وكبار ما يفهمون هلاشياء أو إنه ما يبون تعبون نفسهم انت سوي لهم إيميل خاص فيهم وانت حفظه انت خلى عندك الإيميل ورقم السري والمعلومات خلى معلوماتك وفوك نفسك خلاص لو إنه قدر الله ضاع ولا شيء ألمكم الضرية كيف توصلوا لك توقع طوالت معاكم خلونا نبدأ حين طيب حين أول شيء بنسوي مثلا هذا الجوال الآيفون اللي حنا كبداية الجوال حقك فوق هنا الآيكلاود الآيكلاود أول ما تشتري جوالك لازم نتضبط الآيكلاود تخشف الآيكلاود هنا في خيارات كيرة أنت بكيفك بتشقلهم ورح تشقلهم حنا رح نتكلم عنه حين وهو العثور على الآيفون هذا لازم يكون يشقال طبعا بعد ما تشقل هذا برضو الجهاز حقك لازم يكون مشقل تحديد الموقع مثل ما نشوف هذا يكون شقال هنا طيب مشتغني اثنين هم ديلي ويميلك تعرفها والرقم السري تعرفها بليز لتجيب العيد طيب ضع الجوال وردي شبكة على الويرلس فإذا ضعوا شبكة على الويرلس نفتح كمبيوتر إذا كان عندنا قريب كمبيوتر نكتب آيكلاود دوت كوم نفتحنا لأيكلاود نحط الإيميل والرقم السري اللي في نفس الآيفون نخش هنا طبعا راح تكون تعرفين إنت الإيميل والرقم السري ثاني نحط الإيميل والرقم السري اللي في الايكلاود هنا اللي قلت لكم قبل لشوة تحفظونا ومتنسونا اللي فوق طيب نحط الإيميل والرقم السري منذ وقت لكم نفتحه طبعا أحيانا يقول لك يريد وصول الرقم حقك مثلا لو فتح المصفح ثانا طبعا نحنا مع توثير لو فتح المصفح جديد مثلا أول مرة فتحها في الكمبيوتر هنا أحط الإيميل الحق حين طيب أول ما يفتح من ما شوف هنا جيني رسالة جيني على الجوال على الجوال ثاني مثلا عندي إذا ما عندك رح أعلمكم الطريقة الثانية جيك الرسالة تعطيها يطلع لك رقم سري مثلا ما شوف ندخل رقم السري هذا نفسه هناك طبعا أوكي بتقول لي جوالي ضايع كيف يطلع رقم السري أعلمكم كيف الطريقة حين مثلا جوالك ضايع سأجل الخروج ونجرب مرة ثانية طبعا أتوقع أنه بيكون مثلا لو عندك جوال ثاني أو آي كلاود أو شيء أهم شيء أن يكون لأي كلاود مسجل في الجهاز الثاني رح تجيلك شعار لكن ده ما عندك مثلا مثلا نحين كده جاتك وما عندك فتضغط هنا هنا الخيارات من هنا ترسلها مرة ثانية هنا لا ترسل هنا على جوالك يعني على رقم جوالك أو هنا خيارات ثانية يضغط الخيارات ثانية راح يفتح لك متصفح هذا يعطيك الأرقام الجوال الموجودة في جوالك اللي في الآي كلاود نفسه فيقول لك دخل واحد منهم مثلا اللي مسجل فيه في الآي كلاود عشان يبي يثبت مثلا ما تدخل هنا هو الواحد أو قصدي ثانية واحد نضغط انتر يقول لك هنا مثلا جوالك موجود على الويرلس أو أنك ما تقدر توصل له أضغط هنا مثلا ما قدر أصل له هنا تقول لك أنك تريد تحدث جوالك أو الابديت فون نمبر فالأصل كبداية ما تقدر توصل حق الحركات التي كبداية أنك تشوف لك جوال الرودي تسحط فيه الإيميل دمجوالك موجود قبل ما تقدر لا يضيع أو شيء أفضل لك مثلا نقبل شوي عندي المتصفح هذا الرودي يفتح بدون ما دخل التعريف أو الخطوة الثالثة لأني أنا أطول أما ما فتحتك معطي خيار أنه يتعرف على البرنامج هذا أو يتعرف على المتصفح هذا ما يحتاج الدخل الرقم السرية أما لو صرت برا تسخدم المتصفح مثلا في المكتلر تسخدم المتصفح الجهاز مبلك في الكافي لا تعطي وثوق لكن أنا نمسوي له وثوق هنا وصلنا لذي المرحلة ما راح نتكلم عن ديري كلهم راح نتكلم عن العثور على الايفون هنا نضغط عليه راح يقول لنا برضو دخل رقم السرية مرة ثانية دخلنا طيب نضغط هنا مثلا راح نشوف الجهاز حقتنا كلهم مثلا ما نشوف هنا راح نشوف كل جهاز وين موجود مثلا عندي ايفون هنا عندي ايفون ثاني طبعا الأسماء حقتهم نطلعون هنا على اسم الجهاز حقك كيف تعرف اسم الجهاز حقيقي تغيرت كيفك تخشي العدلات تروح عام حاول تشوف اسم الجهاز فوق مثلا هنا المكتوب اسمه ايفون دمان انه 6 بلس اقدر اسمه 6 بلس اوكي انتظر شو راح يتغير اسمه من هنا برضو فهذا العثور كلها هنا مثلا عندي الايباد ابرو او اضغط هنا شوفوا كيف تغير 6 بلس فدمان انه مفتوح الجهاز عندي هنا خلاص ضغطت عليه هنا شفت الخريطة وشفت اونلاين جاهز قبل دقيقة كان على الانترنت اذا ما طلع على الانترنت راح نعلمكم الخيارات الثانية لكن مثلا على الانترنت راح احدد موقعه الخريطة ماذا جاهز الخريطة هنا طبعا لو انا بخليها مثلا استيلايت استيلايت طلعنا هنا على طول اضغط مال ثاني هنا اروح حق الايفون 6 بلس منذ ما نشوف حددت الموقع حقه احدد اي جهاز ثاني اقدم مثلا نروح على الايباد الايباد حقي هنا منذ ما تشوف اونلاين لكن الوكيشن مطفة انت هذه الموقع طافي اقدر اضغط هنا يطلع صوت احين طبعا راح يرن عندي في الشقة مادري وين موجود لا فهم تسمعون احين احيانا اخذ فاترة واذا ما تسمعون يطلع الصوت اعرفت ان هكذا الجهة موجود اوكي قينا رسالة برضو على الاميل اذا ما نشوف يرسل لي احيانا الموقع حقي دكتشف راح نتكلم عنه حبة حبة لكن اروح اطفي وارجع عشان الجبل ايده طيب الخيار الثاني لا الخيار الثاني مثلا انا نسيت محطば رسله كل هذا الخيار الثاني نضغطي رسله هنا يقول أعلا اخ Reverb رغم السري له أحدد الرغم السري على الإيباد مثلا الإيباد رقم سري هنا سيفتح لإضاء مؤ rude أحددت الرغم السري ولكن مره رقم السري يمكن أن إضاء رقم الجوال هنا نحدد رقم جوال علشان اي شخص يشوف الاي باد او الاي فون اول ما يرفع على الشاشة يشوف رقم الجوال هذا مثلا ما يقدر تفتح الجوال لانه أضغط رقم سري لكن بيطلع على رقم جوال على الشاشة يقدم مثلا اذا كان بن حلال راح يدق اليك فنحط رقم جوال مثلا مثلا طبعا مضى هذا الجوال حقيقي لكن ما راح حط جوال حقيقي بيطلع لك الرقم هذا على الشاشة نضغط Next هنا بترسل رسالة تكتب الرسالة مثلا اللي يشوف هذا الجوال أو الجهاز ده يكلمني على هذا الرقم أو أي شي طبعاً إذا كان مفقود إذا كان حرامي مستحيل راح يكلمك نكتب أي شي طبعاً ما راح تكتب بسم الله إن تكتب شيء بس أنا كتب بسم الله كأكزامبل نضر الدم طبعاً إذا نكشف عن اللوكيشن راح تجلي إيميل وراح يجيني الإيميل شوي طبعاً خلاص نحن نكتب مثل ما نشوف كل شيء هنا تقدر ترسل رسالة تقول لها مثلاً شوف جاني الإيميل لأن النار رضي بحدد الموقع حقي مثل ما نشوف ومن الجهاز مكتوب لوست والبطارية حق الجهاز تطلع لك فوق مثل ما نشوف هنا فالجهاز فيه 18% والجهاز على الكلام للمكتوب إنه ضاع خلاص فمثل ما نشوف جاءت من الرسالة نفس على الآيباد مكتوب بسم الله نحطط الرقم رقم الجوال مثلاً تقدر تكتب رسالة طبعاً نحطط على نمط الفقدان أو اللوست نضغط عليه هنا حين من المنشوف الرقم السر اللي قبله شو حطنا طبعاً الحركات كلها لازم يكون على الويرلس إذا ما كان على الويرلس أنت قرد يعطيت الأمر راح ينتظر إليين يشبك على الويرلس بعدين يصير لأشياء ذا كلها اللي سويتها تلقاء يعني طيب جهاز نفتاح خلاص طفل نمط الفقدان هنا الخيار خلاص فقدت الأمل تبي تفرمت العيباد كلش خلاص تعطي دي الخيار وبرضو لازم على الانترنت أي وقت بس يشبك على الانترنت وقت راح يفرمت الجهاز نضغط عليه هنا راح يقول لك أن الانترنت كلها العيباد راح يمسح من كل شي يعني ما راح تقدر تشوفه في الخريطة ولا راح تتابعة خلاص تضغط هنا خلاص فرمت العيباد وكل شي خلاص يعني فقدت الأمل هذا الثلاث خيارات دي لكلهم بس طريباً هذه الخيارات كلها لو نجرب على الايفون سيكس نجرب مرة ثانية الايفون سيكس منذ أن ما تشوفون هذا هو طافي الشاشة نضغط على الصوت طبعاً بما نحط صاند وما نشوف وما نشوف ما في رقم سري لكن لو أني بحط رقم سري حين أضغط هنا نفس الحركة واحد ونفس الحركة الرقم الجوال أحط أي شي نكتب أي شي طبعاً خلاص ما يحتاج فيه تلقاء يقول لك جوال هذا الضطايع مني رجاء أكلمني أضغط done خلاص حين جيك رسالة هنا قبل جوال ما نشوف جاله هنا نفس الكلام اللي مكتوب وهنا الرقم اللي حطينا مثل رقم الجوال نفتحه جيك رسالة في الميل برضو نفتحه بالرقم السري نحن سيتغير هنا رجع بأن يعني كشفت الجوال أو أن عرفت من موجود الجوال طيب هذا الخيارات الثانية مثلاً لو ما عندك كمبيوتر ش تسوي في خيار ثاني الأوهر هو أنك تأخذ أي جوال من يمنك جوال واحد من أصحابك أو أي شي تروح على برنامج حملة من المتجر اللي هو بالعربي تقريباً العثور على الآيفون مثل ما نشوف نبحث عن أوكي ما موجود تقريباً خليني كتب بالإنجليزي مثل ما نشوف هذا هو البرنامج نحمله نفس الحركة نفس اللي هنا في الأي كلاود لكن هنا في الأي كلاود في خيارات ثانية تقدر تسخدمها كل الخيارات طبعاً تقدر تشوف الأي كلاود حقك الملاحظات حقتك اللي في الجوال تقدر تشوفهم من هنا صور حقيني كذا رفعتهم الأسماء حقتك هنا الكينوت النمبر البيجز كلهم تشوفهم هنا الستنج برضو تشوف كم جهاز مشبوك عندك فالخيرات ذي كلها هنا لكن نحن نبي نستخدم هذا بس فنفتحه من هنا هذا هو إذا حملته تروح هنا تفتح البرنامج نفسه بانياً مسجل الدخول على طول جاهز فعلى طول يفتح عندي فتشوف أجهزتك كلهم هنا اللي بالإي كلاود شبك عليهم تشوفهم هنا كلهم تروح على الجهاز اللي تابيه فحنا نشللنا بحين الايفون 6 بلس فنضغط على الايفون 6 بلس حدد الموقع حقوين موجود منذ ما نشوف والآن مكتوب يعني متصل على الانترنت وتشوف الأجهزة الثانية حقتك فعلى طول على هذا الجهاز في إجراء هنا تحت نضغط عليه نفس الخيارات اللي موجودة هناك تقدر طبعاً تروح على طول تضغط هنا مثلاً ونبعيد عنك تضغط هنا ويعطيك على الخراية جوجل هنا الصوت نضغط عليه نفس الحركة رايح تلعني الصوت من الجوال مثل ما نشوف طبعاً صامت برضو مثل ما نسمع هنا وضع الفقدان هنا مسح نفس الحركة نفس الأشياء اللي سويت قبل شوي فقط هذه الأشياء كلها طبعاً مثل ما قلتك فقدت الأمل لقدر الله خلاص ومعندك لذا الخيار تضغط عليه ويمسح كل شيء مثل ما نشوف الكلام اللي موجودة هنا بس هذه الإجراءات كلها طبعاً اطيت مثلاً الجهاز مبع على الويرلس أعطيتنا مثلاً تشغيل الصوت ماذا نضغط عليه هنا مثل ما تشوف يقول لك اني عطينا الأمر لكنه ما بشبكة على الانترنت تحين أو على الويرلس ما في شريحة مثلاً عن الانترنت ولا عندي ويرلس الجهاز مبوصل للويرلس فراش يوصل الصوت بعد ما يشبك على الويرلس أوكي تم يوم يومين شبك على الويرلس طبعاً إذا ما أطف الجهاز آل طول طلع الصوت طبعاً صامت برضو فيطلع لك الصوت على طول وبجيك رسالة برضو على الإيميل وتحديد الموقع حقي كذا حطيت وضع الفقدان رح تجيك رسالة برضو على الإيميل إنه وين مكانة في الخريطة نرجع نعيدها وطافي الانترنت على وضع الفقدان تشغيل الوضع نحط رقم الجوال اللي نبيه عشان نجي في الشاشة مثلا التالي نرسل مثلا هذا الردية موجود لنا الجهاز بالعربي موجود هنا بالعربي أو تقدر تكتب رسالة أنت بكيفك نضغط تم طيب حين خلاص خلي خلص بس أوكي خلص حين يقول لك إن الرسالة خلاصاً رسلتها لكن إذا اتصل على الإيميل رح يجي إلى الإجراء هذا كله فإحنا الجهاز اتصل على الإيميل مثلاً جاء الخيار مثلاً طيب مثلاً الحرامي بيسوي نفس ذكي مثلاً مثلاً الجهاز مفتوح تخش العلدات الحرامي يخذ الجوال ما في رقم سري يخش هنا يبي يسكر Like Cloud عشان ما تقدر تبحث عنه ينزل تحت يضغط هنا يسكر Like Cloud وما يقدر يسكر لما يحط الرقم السري يحق يميلك وما يقدر يطفي Like Cloud أبدا عشان يفرمت الجهاز مثلاً طيب سوى حركة ثانية انه يدخله في السيف المود مثلاً يضغط على الباور يطفي الجهاز طيب ضب الجهاز حين يضغط على الباور مرة ثانية يعد يعني يضغط على الهوم تحت يرفع صبعة من هنا يتم على الزر التحت طبعاً عند الحركة لازم يكون يضغط كابل في الـ i-tunes في الكمبيوتر على طول بكذا الجهاز سيتعرف ويظهر على السهم من تحت يقول لك خلاص تعرف على الـ i-tunes يفتح الـ i-tunes بعد ما يفتح الـ i-tunes يقول الجهاز يجب أن يفرمت يضغط على الـ format في الـ i-tunes يفرمت الجهاز برضو إذا فرمت الجهاز ما راح يشتغل عنده راح يعلق عنده على الـ i-cloud مثلاً ما نشبهين لو أنه مثلاً يعلق عنده طبعاً مثلاً وقدر وصل حق الجهاز ولا يريد يفرمت الـ i-cloud يريد أن يفرمت الجهاز على طول يخش عام ينزل تحت يضغط يعرض تعيين يضغط هنا ويمسح العدلات كلها ما يقدر يسوي الشيء يضغط عليه يقول لدخل رقم السري حين سنتظروا شوي أوكي ما يقدر يحذف الشيء يقول لازم يدخل رقم السري حق الـ i-cloud علشان يفرمت الجهاز كله فمثل ما نشوف الجهاز حقك محمي عندما يوجد information لقد العمل في الـ i-cloud يفارمتها لكن بيعلق الجهاز بعدين يقول اردخل رقم السري لحق الايكلاود وبس هذة الطريقة كلها هذ الفيديو هذة اللي حبيت اعلمكم طبعا مثل ما قلت لكم طريقة من الجهتين طريقة من الكمبيوتر والطريقة الثانية من الايفون برنامج فايند ماي ايفون طبعا فايند ماي ايفون اسمه او العثور على الايفون على حسب اللغة حقتك البرنامج رح حطه عندكم تحت في الوصف البرنامج مجاني من ابل والايكلاود برضو مجاني من ابل تقدر تفتحها في اي جهاز عندك طبعا انا استخدم الايكلاود كثير تقدر برضو تستخدمه للملاحظات حقينك فمثلا في الجامعة عندك تبت تفتح ملاحظات حقينك تشوف فمثلا برضو في الجامعة وتبت تفتح الباوربوينت او مثلا الورد او حتى في كميوترك والورد تدي مثلا عندك لو عندك وندز والورد مثلا بفلوس فما تبت تحمل الورد تقدر تفتح البيجيز مين ابل موجودة هنا تضغط عليها طبعا سنق مع جهازك تكتب اي شي تبيه يجي لك في العثور طبعا ماضي افتحها هنا شانا اجي بالعيد في اشياء الخاصة اوكي فاي شي تكتبه في الجوال يجيك هنا مثلا في الجامعة احيانا انا بيكتب شي ضروري بالورد اقدر اكتبه هنا وسيفة على الورد اطلع برا اشوفه في الجوال في الايفون اشوفه في الايباد اشوفه في الجوال الثاني واقدر ارسله للمدرس احمله كورد ورسله للمدرس فعندك خيارات كثيرة ما رح نتكلم عن الكلاود كثير تكلم عن برنامج find my iphone في برامج كثيرة مثل ما تشوفون لكن هو البرنامج المهم لنا حين واذا حبيتم تكلم عن اشياء ثاني برامج الموجودة كلها كتبولي تحت التعليقات وان شاء الله برنامج عجبكم ورجاء بليز 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 طبعا منها انا استفيد ومنها انتو تستفيد ومنها نكسب الاجر في الاشخاص اللي ما نسرق جوالهم وان شاء الله ما ينسرق لكن اذا نسرق اللغة اللي يقدرون يطلعون او لا ينفقد في البيت مثلا تحت الكنابة اي ممكن يقدر يضغط عليه ويسمعوا الصوت وبس في نهاية الفيديو مثل ما قلت لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة ونشر المقطاع وعمل لايك في المقطاع وتعليقات كم تحت تهمني والسلام عليكم